مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لرياضة القدرة جعلتها تصل إلى أعلى المستويات وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والأوروبية طول الفترة الماضية مبينا سمه إلى أن مهرجان جلالته للقدرة يعتبر خارطة طريق للإنجازات الخارجية خصوصا أنه يفرز العديد من المستويات الفنية العالية والمتطورة التي يمتلكها الفرسان وتساهم في تحقيق النتائج الإيجابية خارجيا وأكد سمه على أهمية وقوة السباق الذي يعد من أهم السباقات التي ينظمها الاتحاد والتي تحظى باهتمام ومشاركة واسعة من قبل جميع الاستبلات المحلية التي تولي هذه البطولة اهتماما كبيرا في ظل أنها تحمل اسم الفارس الأول في المملكة مبينا سمه أن المنافسة القوية ستكون حاضرة في ظل الجاهزية الكبيرة من الجميع وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتحضيرات الكبيرة التي رافقت مهرجان كأس جلالة الملك المعظم للقدرة وجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وكافة اللجان هذا وسوف تشهد قرية البحرين الدولية للقدرة إقامة العديد من السباقات بمشاركة كبيرة من الاستبلات والفرسان وسهمت توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد برفع جوائز المهرجان إلى 130 ألف دينار إلى وصول الفرسان إلى كامل الجاهزية والتحضيرات الكبرى والتطلع لنيل شرف الصعود على منصة التتويج في سباقات المهرجان